أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتحدث مع نظريه الأوكراني والروسي بشأن التعزيزات العسكرية على الحدود بين البلدين يتذلك في عقاب تصاعد الأزمة بين موسكو وكيف مع حشد روسيا لقوات وعتاد تقيل بالقرب من الحدود الأوكرانية يتوجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الأسبوع المقبل إلى لاتفيا والسويد المشاركة في اجتماعات أمنية لحلف شمال الأطلسي في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين روسيا وأكرانيا الخارجية الأمريكية قالت في بيان أن بلينكين سيحضر قمة حلف شمال الأطلسي واجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء محادثات ثنائية هذا وسيشهد اجتماع منظمة الأمن والتعاون حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحسب ما أعلنت ستوكهولم وكان الرئيس الأكراني فلاديمير زيلنسكي قد أكد في وقت سابق على أن بلاده مستعدة بشكل كامل لتصعيد عسكري محتمل مع روسيا وحتى الأكرانيين في الاعتماد على أنفسهم وقوة جيش بلادهم في مواجهة التخويف الروسي الذي ينذر كل يوم باحتمالية اندلاع حرب بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستلتنبرغ أن روسيا تحشد قدرات عسكرية ضخمة حول أوكرانيا مشيرا إلى أن هذه التحركات غير مبررة وتشكل فهما خاطيا سنعالج في اجتماع وزراء الخارجية ملف الحجز العسكري الروسي حول أوكرانيا هذه هي المرة الثانية التي تحشد فيها روسيا قوات ضخمة في المنطقة هذا يشمل قدرات ثقيلة كالدبابات والمدفعية والمدرعات فضلا عن المسيرات وأجهزة الحرب الإلكترونية هذه القدرات غير مبررة وغير مفهومة وتزيد التوتر وتخاطر بحسابات خاطئة هذا وبعد ورود تقارير أمريكية تظهر استعداد القوات الروسية للتوغل في أوكرانيا تتصاعد مخاوف واشنطن من التعزيز العسكري الروسي حتى مع هدوء العاصمة كييف على إدارة بايدن مواجهة التقارير التي تفيد بأن ما يقرب من مئة ألف جندي روسي يتمركزون في مواقع مختلفة على الحدود الغربية الأوكرانية مع عدم وجود أي مؤشر على تراجع هذه الأرقام هذا ما أشارت إليه صحيفة ذي هيل الأمريكية تأتي التحذيرات الجديدة في الوقت الذي بدأت فيه أوكرانيا هذا الأسبوع في التصريح علنا بأن روسيا يمكن أن تغزو في أقرب وقت البلاد مثل ما حدث خلال ضمها شبه جزيرة القرم ذي هيل قالت إن استلاء مماثلا على الأراضي والذي سيكون الثاني في أقل من عشر سنوات له تدعيات عالمية يمكن أن تؤدي لصراع عسكري وجيوسياسي بين روسيا والدول الغربية المسؤولون الأمريكيون عزمون على أن لا يفاجأوا بمثل هذه العملية العسكرية وفق الصحيفة وذلك السناد إلى تصريحات وزير الخارجي أنتوني بلينكين التي أشار فيها إلى أن الإدارة كانت تستعد لأية مناورة روسية عضوانية ذي هيل قالت إن إدارة بايدن تدرس خياراتها لردع الكريملين بما في ذلك إرسال مستشارين عسكريين وأسلحة جديدة إلى كييف يمكن أن تشمل طائرات هليكوبتر ومدافع مورتر وأنظمة دفاع جوي كما تعمل الإدارة الأمريكية مع حلفاء أوروبيين على تشكيل حزمة عقوبات جديدة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في حال غزو روسيا لأوكرانيا بالإضافة إلى ذلك أرسلت الإدارة زوارق دورية للبحرية الأمريكية لمساعدة البحرية الأوكرانية في مواجهة موسكو في البحر الأسود